أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة خدمات مترو دبي في محطات أون باسيف وإكوتي والمشرق بدءا من غد الأحد على أن تعود محطة مترو الطاقة إلى الخدمة خلال الأسبوع المقبل وتم الانتهاء من إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة وإجراء الاختبارات للتأكد من الجاهزية التشغيلية الكاملة للأنظمة في المحطات واستفاء جميع متطلبات السلامة لتقديم خدمات المترو بأعلى درجات الإنسيابية والأمان للجمهور